اهلا بكم في النشرة الاقتصادية عقدت جلسة مباحثات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بين الدكتور إبراهيم سيف ونائب وزير التنمية الدولية الكندية بول روشون نوقش خلالها التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين وألية تعزيزه والبناء عليه في المجالات كافة وبحث الوزير سيف مع الضيف الكندي المساعدات الكندية للمملكة خلال فترة الخمس سنوات القادمة والتي أعلن عنها رئيس الوزراء الكندي خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة والتي تقدر بحوالي 175 مليون دولار حيث تمت الإشارة إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين حول هذه المساعدات وحول مأسسة آليات الحوار الدوري بين الجانبين خلال الفترة القادمة لضمان توافق البرامج والمشاريع المنفذة من خلال المساعدات الكندية مع الأولويات التنموية الوطنية وعرض سيف التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة ومن ضمنها استضافة اللاجئين السوريين وإلى سوق عمان المالي حيث بلغ حجم التداول الإجمالي اليوم حوالي 8 ملايين و 600 ألف دينار وعدد الأسهم المتداولة وصلت إلى 7 ملايين و 800 ألف سهم نفذت من خلال 2639 عقد وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى مستوى 2183 نقطة بانخفاض نسبة 10% تقريبا وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 127 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة في حين استقرت أسعار أسهم 52 شركة أما على المستوى القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 13% وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 13% تقريبا وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة طفيفة تقل عن 0,5% اتفقت شركة الكهرباء الوطنية مع شركة سكوت سولر النرويجية شراء الكهرباء التي ستنتجها من الطاقة الشمسية لمدة 20 عاما وجاء في الاتفاقية التي وقعت أمس على بيع الشركة الوطنية الطاقة الكهربائية بقدرة انتاجها تبلغ 10 ميجاوات ساعة وبسعر 120 فلس للكيلووات والتي ستنتجها الشركة النرويجية المنافذة لمحطة الطاقة الشمسية والمنوي إقامتها في محافظة معان وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية إن هذه المحطة ستساهم في التخفيف من مشكلة الطاقة في الأردن وتخفيف كلفة الطاقة التي أرهقت الاقتصاد الأردني ورفعت مستوى المديونية العامة للدولة مشيرا إلى الحوافز التي وفرها قانون الطاقة المتجددة للقطاعين العام والخاص والمستثمرين إذ سمح الأفراد بتوليد الطاقة واستخدامها وبيعها لشركات التوزيع واستحداث نافذة واحدة للطاقة المتجددة في وزارة الطاقة وأن هذا التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة للوصول إلى أمن الطاقة وخفض فاتورة الطاقة أصبح أمرا ملحا افتتح وزير العمل والعثار والسياحة دكتور نضال اقتمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني المرحلة الثانية من الملاحق الإنشائية للمعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا الممول من وكالة الإنماء الكورية بحضور السفير الكوري السيد شوي هونكي وأشار الاقتمين إلى أن البرامج التي تدرس في المعهد تعمل على إيجاد فرص عمل داخل الأردن وخارجه ودعم أساس التدريب المهني التي تضم 44 مركزا على مساحة الوطن لاهتمام بالمناطق النائية والتجمعات السكانية البعيدة عن مراكز المحافظات والألوية وقال مدير المعهد الأردني الكوري المهندس محمود أبو زيد إن تعاون البناء بين الأردن وكوريا يعتبر رافدا من روافد التدريب المتميز لسوق العمل وفق أحدث التدريبات والبرامج التي تحتاجها الأسواق العربية والأردنية موشيرا إلى استحداث تخصصات الدبلوم التقني للطلب الناجحين في الثانوية العامة الصناعية والعلمي وبرنامج فني لمن لم يحالفهم الحظ حيث بلغ عدد المنتسبين للبرنامج الأول 450 طالب وللثاني 320 طالب هذا المركز مميز لأنه فيه تقنية جديدة وهذه التقنية من خلال منحة قدمت من الكوريين تحديدا كويكا وبتعاون مع وزارة العمل قمنا بالتواصل مع الإخوة المختصين في مجالات متعددة لها علاقة في الدراسات التقنية اللي منعتقد أنها هي تصب مباشرة في سوق العمل مباشرة بدون تهزاحهم الفرص الأخرى لأنه هذا التخصص الحقيقة نادر في الأردن هذا المركز تكلفت حوالي 5 مليون دينار أردني يعني يخرج حوالي 350 فرد من الذكور للأسف أيضا إلا عدد بسيط من الإناث الآن فيه أفكار للتوسع لضم الإناث لبعض المهن التقنية الممكن تكون في هذا المركز ونحاول طبعا أن نتوصل إلى مراكز أخرى بنفس التقنية من الكوريين الكوريا لها باع طويل في هذا العمل ولها امتداد على مختلف دول العالم الحقيقة في المساعدات كوريا و جوردان هم تحضروا مهنة جميلة منذ التقنية من الوصول 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 ونحن أتمنى أن هذه المساعدة ستستطيع إلى جوردانيين من الوصول 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 لتعاقب المهمة ومعرفة أخرى ونحن ستستطيعهم لتحصل صعدت العقود الأجلة لخان برند فوق مستوى 107 دولارات للبرميل في التعاملات الأسيوية أمس مدعومة بتعطل في الإمدادات من نيجيريا وليبيا وبيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم لكن مكاسب الأسعار يقيدها انحصار القلق بالشأن أوكرانيا بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحلفائه على الإحجام عن فرض عقوبات اقتصادية أكثر إيلاما على روسيا أكبر منتجا للنفط في العالم ما لم تذهب موسكو إلى مدى أبعد من الإسلاء على منطقة القرم وارتفعت عقود برينت تسليم أيار 21 سنت إلى مستوى 107 دولارات وعشرين سنت للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغة 18 سنت وصعدت عقود الخام الأمريكي الخفيفة 20 سنت إلى مستوى 99 دولار و39 سنت للبرميل معوضة بعد خسائرها في الجلسة السابقة التي بلغت 41 سنت موسيقى 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 اشتركوا في القناة